واجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله أول ما نبدأ به أن نهنئ الأم الفاضلة أم ليث على عودة ولدها كي تقرى عينها ولا تحزن وأب ليث الذي اختطف وبيع حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله الحمد لله الحمد لله على عودة ليث إلى أهله هذا ليث إن شاء الله يكون له يعني يكون له أمر عجيب وأمر مهم للأمة ويكون من الرجال الصالحين لأن ربي بعته بشيخشف الفضائح في المستشفيات فضائح اختطاف الأطفال هاو جاليث بالسبب انتاعوا لأن كل المستشفيات فيها الكاميرات كل مراكز ولادة النساء داروا فيها كاميرات بش يحميروا الأطفال هذا كل في ميزان حسنات ليث وأم ليث ووالد ليث نهني وسكان قسنطينة والشعب الجزائري وكل المسلمين وندعي وربي صادقين كل طفل إن شاء الله مخطوف يعود إلى والدته وكل مفقود يعود إلى أهله يا رب العالمين سائل الحاج مرابط من قال ما الحاج مرابط زينو من قال ما يسأل يقول ما حكم كفالة ابنة أختي التي توفيت في أدرار منذ ثماني يامايل 2014 وتركت بنتا عمرها شهر واحد وتركت وصية لأختها تطلب منها كفالة هذه البنت زنوبة سؤالي هو من الأحق شرعا بالكفالة لأن والدها يريد إعطاءها لأخته لينال رضا أمه كما أننا عائلة مرابط نشكر كل سكان أدرار الذين قرأوا القرآن لوفاة أختي وكل الزوايا والأئمة والقادة الذين تكفلوا بهذه البنت ونخص بالذكر القائد دائري عبد العالي وزوجته التي تكفلت بها شهرا كاملا وأحبوها وبكوا عليها الله يرضى عليهم أني فهمت السؤال انتعك ياسي مرابط الحاج مرابط زينو من قالمة اختك ماتت وخلت طفلة الله يرحمها ويرضى عنها ويحشرها مع الصالحين والصالحات إن لله وإن إليها راجعون الآن خلت طفلة لما تموت الأم الأولى بكفالة هذه البنت هي أمها يعني يمات اختك يمك انت إذا رهي حية إذا ليمت متوفات تتكفل بهذه البنت خدها يعني خدت الميتة أختك أنت ياسي مرابط أختك لقوله عليه الصلاة والسلام الخالة بمثابة الأم الخالة كما الأم هذه الحضانة إذن هذا الطفلة تديها أختك شوف وحدة من أخواتاتك لتكون عندها شفقة وحنان ويعني تحب هذا الطفلة أعطيها لها تربيها والأب انتحمد بنا يفهم هذه المسألة المسألة هذه ما فيهاش يعني محسب كي تديها أخوة مرتك اللي ما تتبلي نحاوها لك ولا لا وإنما هذا هذا هو الشع الآن في قانون الأسرة لما تموت المرأة يقولك الأب يدي الطفلة الأب موش بالحضانة يقدر يحضن الأب الأب كي يعطوها له ويحي مدها إذا عنده أخته يمدها إذا عنده إماه يمدها إذا ما عنده أحده واحد يحوس على الكشعائلة يدوها ولا يروح يتزوج ومنما يتزوج تضيع هذه البنت إذن هذه الطفلة تديها أخت المرأة المتوفات رحمة الله عليها سائل يقول هل تصح الصلاة وراء إمام ساحر أولا لازم تفهمنا وش معنى الإمام الساحر وش المقصود بالسحر بلك هذا الإمام ويكتب الحروز والتمائم والتمائم هذه لها أحكام إذا كتبت بالقرآن تجوز إذا بالسنة تجوز إذا بالدعاء المأثور يجوز إذا كتبت بالطلاسم لا تجوز التي لا نعرف معناها هل هذا الإمام الساحر يعني كسحرة فرعون كسحرة فرعون ولذلك هذا كلام واسع ومدى به لما إنسان يسأل دقق ما المقصود بالسحر إذا كان يكتب للناس يجوز لا شيء في ذلك يكتب لهم القرآن والقرآن شفاء والسنة شفاء ما لا هل تصح الصلاة وراء الساحر إذا كان ساحر كسحرة فرعون لا تصح الصلاة وراءه إذا كان انتارك تفو ساحر هو ماشي ساحر لعله يمارس الرقية الشرعية التي تجهلها أنت ما لما تحكموش على الناس عقدك بعموم وبدون تفصيل رجل من البليد يسأل يقول أمي ذهبت إلى الحج ولما زارت المدينة المنورة جالست في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفجأة رأتني أمامها وأنا لم أذهب إلى الحج وقلت لها أمي لا تنسي ما أوصيتك به وبعد ثلاث سنوات ذهبت أم زوجتي انسيبتي إلى الحج وبينما هي في المسجد النبوي الشريف رأتني أيضا وضعت يدي على كتفها وقلت لها لا تنسي ما أوصيتك به فماذا يدل هذا علما أن أم زوجتي لم تكن تعلم بما رأت أمي هذه تسمى الكرامة وأثبت للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه الكرامة ربي كرم عباده ولذلك ربي يأمر بعض الملائكة أن يتشكلوا سيدنا عمر قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر فلا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان ما الإسلام ما عالمة ساعة فالأخر قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أمر دينكم إذن الملائكة تتشكل ملك من الملائكة أمره رب العالمين يتشكل في صوتك ويروح لإمك يفكرها ما تنسيش واش وصاك وليدك بعد ثلاث سنوات ملك من الملائكة يتشكل ويروح لإنسبتك يقولها ما تنسيش واش وصاك نسيبك باش يدعيو لك باش يدعيو لك هذه حاجة كرامة حاجة عظيمة أبشر لأنك انتالع عليك ما روحش تحج بسبب من الأسباب وبعتي أمك وما روحش تحج بسبب من الأسباب وعاونت نسيبتك فاربي كافاءك واربي كافاء عباده كاش وحد يسألو كاش وحد يقول له علاش هذا ربي الخلق خلقه ورزقه رزقه ما لا أبشر وزيد التواضع التواضع ما تستطيع وإلى حصة قادمة